أكبر خطأ تسوينه إذا تعرضت إلى الخيانة أو تعرضت أنك ما تعالج الخيانة وتسكت عنها وتعديها كذا في الخيانة يتعرض المتعرض للخيانة لكرب الصدمة تتدمر عنده خمس جوانب يتدمر عنده الحسينس المشاعر يصير يشعر بمشاعر غضب وخوف تشكيك ما عدي يثق ما عدي يحس بالآمان ما عدي يحس بالوفاء والإخلاص والعلاقة الزوجية تحتاج هي مذهق غليظ تحتاج إلى الوفاء والأمان والإخلاص أيضا تتدمر السلوك البادي لينجوج لغة الجسد يصير نافر الشخص فالمشاعر هذه تحتاج إلى وقت فلما يصير فيه خيانة لا سمح الله وإحنا نتكلم هنا ما هي الخيانة الزنا سيبوها هذه لها موضوع وحدود شرعية نتكلم عن الخيانات اللي فيها تمادي أول حاجة لما ما تتعالج أنت المتعرض ممكن تصاب بكرب صدمة يؤدي بالنهاية إلى الاكتئاب ليش؟ فلازم هنا تقالج وتنظر إلى جوانب عديدة كيف تقالج هل الطرفين عندهم استعداد يعالجونها هل هي فرصة للتقييم وإعادة نظر هيكلية الحياة الزوجية من يتحمل المسؤولية كيف رتب الأولويات نصلط الأضواء على أمور قد تكون غائبة في الحياة الزوجية إذن هنا تشتغلون على العلاج ولازم يكون من الطرفين ولازم يكون الأمر حازم ما هي خلاص يلا قضينا انتهى الموضوع اللي خاني حسب أنه خلاص سكن الموضوع انتهى الموضوع بتوب لا انت لازم تعطي للطرف المتعرض فرصة ووقت وما تستعجلها ما تقول تجي انت اللي سويت الخيانة خلاص نكدتي علينا تعيدين الموضوع خلاص انتهى ما المشاعر ما هي زر تستخدمه يلا سكري لا انت لازم تعرف أن من المخلفات ومترتبات الأمور أن المتعرض للخيانة راح يصاب بأنه غصبا عنه ما هي يثق فيك فهنا مسؤوليتك الكبيرة أنك تعيد الثقة وتثبت أنك قدها وأنك تحافظ على المثاق الغليظ والخائن يعرف أنه لما يسوي الخيانة هذا الضعف اللي هو قياس مترتبات الأمور واندفاعية لازم يشتغل على نفسه لازم أيضا إذا حابب أنه يشتري الكيان الزوجي وماء وجهه ودينه وأمام ربه وأمام وجهه وأمام زوجته وأولاده تراه نهز كيان كبير أنت عرضت لكرب الصدمة فهنا يعني حتى اللي يتعرض للخيانة لازم يعرف أنه ممكن قد يحتاج إلى جلسات يدير هذا كله لأنه كمان مو عايشي شعور حلو هي لذ عابرة اندفاعية بس لها مخلفات ومترتبات تصير جدا مؤلمة مشاعريا ونفسيا عليك وعلى أسرتك وعلى اللي حالك لذلك عالجوا الخيانة ولا تسكتون عنها يجوني متألمات من الخيانة حد إنها ممكن تصاب باكتئاب طبعا الخيانة من أشد الأمور لي تزلزل الأمان العاطفي والنفسي وتزلزل الأسرة والأبناء والطرف المتعرض للخيانة يمر بما يسمى بعلم النفس قد يمر بكرب صدمة شديد وجراء هذا تتشوش عنده خمس مجالات العواطف الأحاسيس الخيالات أي من خلاص يصير مخيم وشوش بغضب بعواطف تشكيك بعدم أمان نفسي هذه الأمور تتشوش تماما زي كده غيمة سودا جت على العقل وشوشتها تماما لذلك عالجوا الخيانة وأكبر خطأ أنكم ما تعالجونها فإذا تعالجت الخيانة بدرجاتها خلونا نقول لكم تتعالج علاج سليب قد تكون مضنة بإذن الواحد لهذا أنكم تعيدون هيكلية الحياة الزوجية تعرفون شلي لكم شلي عليكم الطرف اللي تعدى في الخيانة نقول اللي عنده ضعف إدارة رغبات وكذا ويبربس يكلم إلى آخره إذا تاب فعلا توبة النصوح وتوقف وأدرك أنه وعطى الأمان يعني مثلا إذا الزوجة هي المتعرضة للخيانة أعطى الأمان لزوجته فأنت بهت استعجلها أنه خلاص خلاص أنا عالجت وراضيتك واوا لأنه كرب صدمة الخيانة يستمر من جار إلى ستة أشهر أنت الحين الكرة في ملعبك عشان تعيد لها الأمان والثقة وتحس أنه أوكي بعطيه فرصة ثانية فلذلك بعض الأزواج ممكن يستعجل أو الزوجات أو يعني الطرف اللي قام بالخيانة ممكن يستعجل يقول خلاص فانتبهوا وهذا يتطلب من الشخص اللي قام بالخيانة أنه يترك الأصحاب المحرضين يترك مثلا الأشياء المحرضة من صور من تواصل من وسائل تواصل إلى آخره عشان يرجع الثقة أيضا إذا الشخص المتعرض للخيانة ما عنده القدرة ما تكفي أحيانا التوبة ففي نعم علاج معرفي سلوكي لمدمني الخيانات هذه يعني كنوع من الأمان النفسي للزوج والزوجة والاستعادة الأسرة الوفاء لهذا العهد قرار واختيار أيضا الخيانة قرار واختيار فالآن الطرف اللي تعرض لخان يعرف من الطرف المتعرض للخيانة أنه يقول له أنت بقرارك واختيارك أنت وش تختار يا دينك وربك وماء وجهك وسمعتك وأسرتك يا هذا الطريق أنت طبعا ما حتخليه عالق بالله وفاء بعدم يحافظ على الميثاق الغليظ الأسري هذا فغير مقبول تماما غير مقبول البقاء بعدم حل هذه الخيانة لماذا يخون الرجل ولماذا تخون الأنثى أول حاجة لازم تعرفون الخيانة لا مبرر لها الخيانة هي سقط ماء الوجه مع النفس وأمام الله سبحانه وتعالى وسقط ماء الوجه أمام الناس ودمار للأسرة ودمار للأبناء لذلك الواحد اللي يخون يعرف بقرارة نفسه المترتبات من سقط ماء وجهه أمام الناس وأسرته ووائل آخره وكذلك هي تعرف لكن الشخص يفطن لدوافع السلوك هذا الخطير اللي فيه بالدرجة الأولى معصية الله سبحانه وتعالى الخيانة هي معصية مع الله لا مبرر لها لا مبرر لها من اليوم لبكرة لكن الشخص اللي قام بالخيانة يفطن ليش أنت رحت يسأل نفسه ليش أنا رحت اتجاه هذا الأمر لماذا ما دوافعي فغالبا الخيانة الرجل قد يندفع من سبب يكون عندهم دول الشخصيات يكون عندهم هشاشة نفسية ونقص قياس مترتبات الأمور وأيضا يكون عندهم اندفاعية يعني شخصيتهم تكون اندفاعية لذلك يفطن الشخص هذا عشان يعالج نفسه ويعرف الخيانة ما مداها والله كلمات والله بس رسائل والله أدت فيه إلى آخره فيأخذ زمام الأمور ويعالج نفسه فيه خيانات يقدر يقطعها والتوبة تكفي لكن فيه خيانات لازم يبادر ينظف الأفكار والمعتقدات والأشياء اللي يبراسه مع أخصائي نفسي طبيب نفسي إلى آخره فإذا هذا فعلا نيته صادقة مع الله يتوقف كذلك المرأة ممكن تخون بحثا عن العواطف تذهب بكل روحها لأن الناقصها عواطف وهذا لا مبرر ولازلت أكرر أن النامات هذا ليس مبرر ولكن تفطل لنفسها إيش الفراغ اللي قاعدة تبحث عنه ليش تروحها لفيها اكتئاب لأن بعض الأحيان الاكتئاب يؤدي أن الواحد يروح تجاه هذه السلوكيات كبحث عن الدوبامين بينما العلاقات هذه اللي يدخلونها بشكل خاطئ والله رسائل وكذا وصور هي بس تعطيهم الدوبامين عالي وعقوبة لهم من الله تنزل الدوبامين يعني هي تعطي الدوبامين عالي لأنه حرام لأنه شيء فيه كده أكسيتسين دوبامين عالي بعدين يعقوبها تسكر من الشخص اللي كلمته على طول انخفاض كبير للدوبامين وشعور باليأس والإحباط والاكتئاب وكره الذات وكره شديد للنفس لذلك انتبهوا من علاقات الظلام ما في أبداً أي مبرر ولكن الشخص نفسه اللي قام بالخيانة يفسر دوافع سلوكه عشان يعالج هنا عشان يعالج ويرجع يكسب بيته ويكسب زوجته وهي تكسب زوجها إلى آخره توبوا إلى الله من هذا المعصية الكبيرة لأن المسألة هي فعلاً هي مستنقع هي سقط ما أواجه هي حاجة يعني جداً جداً